احتضنت القاهرة مؤتمرا عالميا بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على اكتشاف دواء الإنسولين نقش المؤتمر الموضوعات العلمية الخاصة بأنواع الإنسولين المستحدثة وطرق العلاج الحديث وظروف مرض السكر وانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مئة عام على اكتشاف الإنسولين علاج ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة البشر وهي مصر تحتضن مؤتمرا خاصا به احتفالا بما قدمه من فوائد عديدة لخدمة البشرية لقد استعمل الإنسولين لعلاج البشر خلال المئة عامل الأخيرة ومع ذلك فإنما يقرب من خمسين بالمئة من الذين يحتاجون للإنسولين لا يتوفر لديهم وهو تحدي كبير للاتحاد الدولي للسكري وتعاون الاتحاد الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الإنسولين خطوة عظيمة وشرق الأوسط به مصادر عديدة ولكنها لا تساعد على حل المشاكل وبالرغم من غنى الكثير من البلدان هنا لكن السياسات الخاصة بالتعامل مع مرض السكر لا بد من تغييرها ومن أهمها العنصرية في التوزيع والتأهيل ولا بد من ذكر طرق الوقاية قبل الوصول للعلاج نحن نحيي الذكرى المئوية لإكتشاف الإنسولين ودخول الإنسولين في علاج مرض السكر قبل الإنسولين مرض السكر لم يكن لهم أي حل كان تشخيص السكر حكم بالأعدام على المريض ويريته إعدام سريع زي إعدام بائس والمريض بيمر فالحقيقة الإنسولين من المؤكد أنه نقلة تاريخية المؤتمر يناقش خلال عدة جلسات دور منظمات الصحة المختلفة للأمراض التي لا تنتقل بشكل مباشر في احتواء مرض السكر والسيطرة عليه بالإضافة للقوانين المنظمة للعلاج وآلياته واستخدامه وتنتهي بأن الوقاية خير من العلاج مصر من الدول الرائدة علميا في مجال الضيابيتس أو مجال السكر على مستوى العالم وده اللي خلى المؤتمر العالمي ده لما دعي إليه رئيس التحدي العالم بنفسه جاي رغم الرحلة الطويلة اللي كان فيها مشقة كل الدول العربية والدول الإفريقية جاية تستفيد من الخبرة المصرية ومن علماء مصر في مجال التعامل مع مرض السكر عموما والإنسولين خاصة ده بيأكد أهمية أو القوة الريادية بتاعة مصر في المجال العلمي في مجال السكر والغاية الصماء في المنطقة العربية وأفريقية الإنسولين مهم جداً لمريض السكري ولازم يتوفر دائماً وأبداً وأنه ما يكون فيه توفرة وسهولة الحصول عليه في أي نوع من أنواع الموانع ولازم منحق أي مريض سكري أنه يكون عنده إنسولين هذا المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على أهمية وصول الإنسولين لمستحقيه حيث أن 50% من مستحقيه لا يصلهم نصيبهم وهو ما يعد جزءاً رئيسياً من مسؤولية مجتمعية والتزاماً على المجتمع العالمي أجمع كريم بيبرس التلفزيون المصري